مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب نستكمل معا دراستنا في نبوة إشعياء أصحاح 19 تحت عنوان ويدرب الرب مصر لكن في هذا اليوم في هذه الحلقة هنكمل الجزء الذي يتحدث عن الخلاص والشفاء ضاربا فشافيا عرفنا أن مصر لها مكانة خاصة في الكتاب المعدس فاسم مصر ذكر أكثر من 700 مرة في الكتاب المعدس بعهديه القديم والجديد ولا يوجد شعب على وجه الأرض تداخل تاريخه ومعاملاته مع شعب الله ومع خطة فداء الله بعد إسرائيل زي مصر عشان كده مهم جدا بنقرأ عن مصر من أول ما بنقرأ من مصري من تكوين عشرة ونكمل إلى كل أصفار العهد القديم وكذلك أصفار العهد الجديد نبوة إشعياء مسلة نبوة إشعياء أهمية خلال الفترة اللي فاتت والحديث عنها والناس بدأت تعرف عن نبوة إشعياء في البعض طبعا كان يعرفها من قبل وبدأ يفسر هذه النبوة وبدأ يتعامل معاها ويشرح معناها ويتحدث عن مغزى هذه النبوة لكن النبوة دي بتؤكد لنا حاجة عن كتاب معدس كتاب معدس هو كتاب تاريخ الخلاص اللي بيتناول بيكلمني عن الله بيكلمني عن الإنسان وبيكلمني عن الخلاص في المسيح يسوع فمعاملات الله خلال كل هذا التاريخ اللي بنقرأ عنه في كتاب معدس بنسميها تاريخ الخلاص ولأن الكتاب معدس هو إعلان الله فالله أيضا أعلن عن المستقبل يعني من العهد الأديم والكتاب بيكلمنا عن أحداث مستقبلية هذه الأحداث محورها ومركزها هو شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد فرأينا نبوات عن ميلاده عن تجسده عن أيضا حياته وخدمته ونبوات عن موته وقيمته ونبوات عن مجيءه الثاني حتى في العهد الأديم بنجد نبوات عن مجيءه الثاني الكتاب معدس لأن الله هو الكاتب فتخطت النبوات مش بس عشرات السنين لكن مئات السنين وألاف السنين فالكتاب معدس كتاب نبوي كويس يحتوي على النبوات كثير واحدة من الأمور التي تؤكد مصداقية الكتاب المعدس هي النبوات وتحقيق هذه النبوات إلا أنه البعض من الإخوة المسلمين طبعا ما بيعجبهمش هذا الكلام ففي فيديو أفرجه عليه بيورينا إلى أي مدى الشيزوفرينيا اللي موجودة عند الإخوة المسلمين إنه يقولك هذه النبوات تحققت وسوف تتحقق بس عايز أقول لكم حاجة هذه النبوات نحن لا نؤمن بيها مع أنها تحققت أو سوف تتحقق كويس هي نبوات الشيطان هي نبوات الدجال وكأنه يعني الدجال عنده قدرة والشيطان عنده قدرة على إعلان نبوات وتحقيق نبوات وهنشوف إلى أي مدى هذه زي ما بقول انفصام الشخصية اللي موجود في فيديو واحد فيديو واحد بيأكد لنا هذا الأمر سمعكم هذا الفيديو سويني أنا حاضر هجيب الفيديو الفيديو موجود في مشكلة في الفيديو نفسه سوكي مفيش مشكلة هنقدر نجيبه ونحطه تاني لكن هذا الفيديو كان بيقول أنه نبوات أشعياء تحققت ونبوات أشعياء نحن لا نؤمن بيها ولا نعتد بيها لأنها ليست نبوات من القرآن وليست نبوات من الله وكأني بسأل سؤال هو الله لما بيقول حاجة مش بيحقها مش صدق الله وقدرة الله هو القادر على تحقيق نبوات وتحقيقها في التاريخ البشري لكن بالنسباله هو بيرفض الإيمان بها لأنه هذه النبوات كما يقول هي يعني نبوات ليست نبوات قرآنية طيب هتنقل إلى جزء مهم آخر الجزء المهم اللي اتكلمنا عنه المرة الفاتتة أنه المدارس التفسيرية المختلفة لنبوات الكتار المؤدسة زي ما قلت فيه أكتر من مدرسة علشان أبقى يعني عادل في تقديم المعلومة لحضراتكم فيه هناك أكتر من مدرسة لتفسير النبوات فيه مدرسة بنسميها المدرسة الرمزية اللي بتفسر النبوات العهد الأديم مش النبوات اللي اتحققت في المسيح لكن النبوات بصفة عامة على أنه دي ليها رموز ومدرسة رمزية أو مدرسة بتقول أنه هناك تحقيق قريب لهذه النبوة يعني البعض زي ما قلت لحضراتكم في نبوة أشعياء سبعة أربعة عشر هل عذراء تحبل وتلد يقولك أنه أكيد كان فيه حدث أيام إشعياء تم فيه هذه النبوة دي ما نسميها مدرسة التحقيق القريب كويس أنه مدامة قلت نبوة يبقى هذه النبوة أكيد لها علاقة بالناس اللي استقبلوها وتتحقق في وقتهم لكن المدرسة الأخرى واعتقد أن المدرستين الآخر مدرستين هما يعتبروا من أهم المدارس فيه مدرسة بتقول لا فيه تحقيق جزء ممكن يكون وفيه تحقيق كامل هيتم فيه نهاية الزمان والمدرسة الأخرى بتقول لا أن فيه نبوات هتتم بالكامل في المستقبل وليس لها تحقيق فيه الحاضر ولم يتم لها تحقيق فيه الماضي عندما قيلت هذه النبوات فدي المدارس المختلفة لما نيجي الأشعياء بنجد أنه أشعياء التسعتاشر بتكون من جزئين أي واحد بيقرأ بيعرف على طول أنه بداية الكلام دينونة من عدد واحد إلى خمستاشر دينونة أنه رب قادم وقادم على سحاب وترتاج في أجوثان مصر إلى آخره ويبدأ يكلمني عن الدينونة لكن الجزء الثاني من عدد ستاشر إلى عدد خمسة عشرين بنجد فيه شفاء وخلاص وده بيورينا أنه الدينونة الإلهية إذا قادت إلى التوبة بيكون هناك شفاء وخلاص دينونة عندما الله يدين إذا قادت هذه الدينونة الشعوب إلى التوبة بيأتي شفاء وبيأتي خلاص نتيجة هذه التوبة والكلمة الأخيرة من الله نحو مصر التي تمثل الأمم مصر نحو مصر هي كلمة شفاء وخلاص وليست كلمة دينونة إلهية شفنا الدينونة دي متمثلة في أكتر من عنصر شفنا فيه انهيار اجتماعي شفنا فيه انهيار اقتصادي وشفنا فيه انهيار فكري أو انهيار أيضا سياسي وممكن حضراتكم ترجعوا إلى حلقة الإسبوع الماضي ربعمية واحدة وثمانين وأنا كلمت عن هذه الأمور شوية بالتفصيل الرب يشفي مصر ده الجزء التاني واللي حابب أتكلم عنه في هذه الحلقة الرب يشفي مصر ضاربا فشافيا وده جزء في كلمة الله مهم جدا ومطمئن لنا ومشجع جدا لهي شخص بيقرأه لما نشوف انه الجزء دوا لما نقرأ شعياء 19 بنلقى انه الوحي الالهي بيتنقل من الدينونة إلى الخلاص وحتى اسلوب الكتابة بيختلف يعني الجزء الاولاني اللي بيتكلم عنه دينونة مكتوب بالشعر الجزء التاني اللي بيتكلم عن الخلاص والشفاء مكتوب ناثرا ففي نقلة في الاسلوب وفي نقلة في المضمون المضمون هو شفاء وخلاص هناك شفاء وخلاص ليست الكلمة الاخيرة لله نحو مصر هي الدينونة لكن الكلمة الاخيرة لله نحو مصر هي هناك شفاء وهناك خلاص أيضا طبعا البعض بيرى انه هذه النبوات قد تحققت تحققت في دخول المسيحية لمصر وتحققت في كون مصر انها صارت ارض مسيحية والبعض بيرى انه هذه النبوات مرتبطة باخر الزمان مرتبطة بالمجيء التاني للرب يسوع المسيح كويس واعتقد اعتقد في عبارة مهمة جدا اتقالت في هذه الجزء الاخير اتكررت خمس مرات وهو عبارة في ذلك اليوم بيوم ها هو في ذلك اليوم العبارة دي في ذلك اليوم دايما تشير الى the end of time الى اخر الزمان زي عبارة وفي اخر الايام كويس وفي اخر الايام في اخر الايام يوم الرب في ذلك اليوم عبارات كلها تحمل نفس المعنى تحمل معنى المجيء الالهي تحمل معنى في وقت المجيء كويس في ذلك اليوم في ذلك اليوم عبارة مهمة جدا ارتبطت بالجزء الاخير من اشعياء 19 والجزء اللي بيتكلم عن خلاص وشفاء مصر والعبارة دي تكررت ست مرات لكنها في خمس مرات بكل مرة كويس يعني في خمس وعود في كل وعد من هذه الوعود اتى ببداية في ذلك اليوم في ذلك اليوم في ذلك اليوم في ذلك اليوم وتالي بيأكد لنا انه هذه النبوة هذا التحقيق لم يتم بعد لانه في ذلك اليوم يعني في يوم مجيء المسيح ولا يتكلم عن المجيء الأول لكننا نتكلم عن المجيء التاني في ذلك اليوم لما نشوف الجدور اللي قدامنا بنجد أنه زي ما قلت إشعياء 19 بيكلم عن حكتين مهمين جدا زي ما لخصها لنا إشعياء نفسه في عدد 22 لما قال ضاربا فشافيا فهناك الدينونة وهناك الشفاء في الدينونة بنشوف أن مصر ترتجف مصر ترتجف وأوثان مصر ترتجف ده طبعا تعبير مجازي لكن عايز أقول أنه كل ما في مصر وكل ما يعتمد عليه المصريين من أمان ومن سلام يرتجف ويهتز بنجد في الجزء الثاني أيضا هناك مخافة من رب هناك رعب بس هذا الرعب هو رعب يقود إلى توبة هو رعب يقود إلى خلاص وإلى شفاء في الجزء الأول نجد فيه انقسام فيه يقوم المصريين على مصريين مدينة على مدينة مملكة على مملكة فيه انقسام في الجزء الثاني بنجد أنه يتكلمون لغة واحدة يعبدون الرب في وحدة في وحدة مهمة جدا نتيجة الشفاء والخلاص في الجزء الأولاني بنجد المصريين بيسألوا الأوثان فيسألون الأوثان والعازفون والعرافين لما تحصل مصيبة في مصر الناس سلتجي إلى الأوثان ده في الجزء الأولاني لكن في الجزء الثاني أنه مصريين يصرخون إلى الرب يصرخون إلى الرب ما قالش يصرخون إلى الأوثان لكن قال يلجأون إلى الرب يصرخون إلى الرب فيتحول توجه قلب المصريين من الأوثان إلى شخص الرب من أنهم يسألون الأوثان في الجزء الأولاني إلى أنهم يصرخون إلى الرب فيشفيهم في الجزء الأولاني نجد فيه انهيار اقتصادي في الجزء الثاني نجد فيه سكة للوحدة ما بين مصر وإسرائيل وأشور في الجزء الأولاني نجد أن الله بيدرب مصر بروح غي روح تشويش في الجزء الثاني نجد أنه إزاي مصر بتتبارك مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل ده دي يعني مقرنة بسيطة مبين ضاربا فشافيا لكن خلونا نرجع إلى الجزء الثاني اللي بيكلم عن الشفاء وعن الخلاص في ذلك اليوم في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء هنا فيه شوية رعب كويس في البداية في بداية الشفاء هناك رعب فترتعد وترجف من هذة يد رب الجنود التي يهزها عليها يعني مصر هتدرك أنه ما يحدث لها هو نوع من الدينون الإلهية نوع من التدخل الإلهي ما يحدث ليس هو عمل بشر لكن ما يحدث هو من ترتيب الله التي يهزها عليها وتكون أرض يهوزة رعبا لمصر مش أرض يهوزة في حد ذاتها هي الرعب لمصر لكن الرب الذي هو إله يهوزة كويس والذي سيكون مع يهوزة هو أيضا سيكون يعطي لشعبه أن يكون رعبا لمصر الجزء ده الآية دي تعتبر آية انتقالية كويس آية انتقالية بتنقلني من الدينونة إلى حاجة مهمة جدا وهي التوبة والرجوع للرب والخلاص زي ما هنا التوبة والشفاء بيأتي نتيجة الدينونة على فكرة ربنا لما بيدين هو لا يدين لأنه هي دين نهاية الله بيدين لأنه يريد أن الإنسان يرجع ويتوب ضاربا فشافيا الإنسان أو الشعب الذي لا يكتوي بنتائج خطيته بيعتقد أنه ما عندهوش خطية يعني لو واحد من الأشخاص عيش حياة خطية وبعيد عن الرب ولم يكتوي بعد بنتائج خطيئة هو بيعتقد نفسه أنه كويس هو مش محتاج لله هو كل أموره زال فل لكن انت هذا الإنسان بيبدأ يقيم نفسه ويبدأ يغير من توجهاته عندما يدرك أن الطريق الذي يسير فيه هو طريق يؤدي إلى الهلاك يؤدي إلى الهلاك كويس؟ فمن يصرخ من الخطية يخلص هذا يقود إلى التوبة حزن هذا هو الحزن اللي بيكلم عنه كتاب الحزن الذي بحسب فكر الله الحزن الذي يقود إلى التوبة وتغيير المصار وهنا رعب مصر من الرب هو رعب حدفه أن يعود المصريين إلى الرب أن يعرفوا أن الله هو الرب الإله الحقيقي هو الملجأ الوحيد هو المخلص الوحيد ودي حاجة حلوة دي حاجة كويسة أنه الإنسان يدرك دون الدينونة تنبهنا تنبهنا حتى نبدأ في البحث عن طريق للخروج منها لما لما أعيش في الخطية بعيد عن الرب وبعدين ألاقي أنه هناك نتائج لهذه الخطية مرعبة ودمار وهلاك كويس أبدأ من هنا أبحث عن مخرج لحياتي من هذه الخطية أبدأ أبحث عن مخرج وياما ناس الظروف الصعبة اللي مروا فيها في حياتهم كانت بالنسبة لهم هي نقطة الانطلاق نحو الصح نقطة الانطلاق نحو الصح كنت في في السنة السنة دي يعني لسه السنة دي ما خلصتش لكن كنت في أحدى المؤتمرات وكان في عدد كبير جدا في هذا المؤتمر من الأخوة والأخوات من العراق والأخوة اللي هما راحوا إلى الأردن بعد لما قامت حرب العراق وعاشوا في الأردن شوية وبعدين بعد كده خرجوا من الأردن إلى إلى الدول عملوا فيها لجوء عدد كبير منهم كان بيقول إن خروجنا من العراق وما مر فيه العراق من انهيار ومن دمر كان سبب إن احنا نقترب إلى الله كان سبب إن احنا نعرف الرب كان سبب إن احنا نبحث عن خلصنا وفدائنا في المسيح كان سبب تغيير كبير جدا روحيا بالنسبة لنا كويس ده الله بيستخدم ما يكتاز فيه الإنسان من معاناة لكي ما يشد انتباه الإنسان إلى أهمية إنه يجد الله ويخلص يجد الله ويخلص عشو كده اللي هيحصل في مصر إن ربنا هينبه مصر هذا التنبيه قد يكون قاسي قد يكون معلم لكن هذا التنبيه هو نوع من الدينونة اللي في نفس الوقت نتيجتها يكون فيه توبة ورجوع لله وده اللي عمله الرب مع شعبه اقرأ كل تاريخ العهد القديم هتجد هذه الطريقة ربنا بيتبعها مع شعبه إنه الشعب يخطئ فيدان وتكون الدينونة إنه الشعب يعني يقع تحت العمونيين والأموريين والحيثيين والفلسطينيين زي ما بنقرأ في سفر القضاء ولما الشعب يعني يقع تحت هذه الدينونة يبدأ يصرخ للرب ولما يصرخ للرب الرب يقيم لهم مخلص ويخلصهم فيعودوا إلى الله دي كلها معاملات الله الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون هو يريد خلاصك وعش كده ما يحدث وما سوف يحدث في مصر هو هيكون تنبيه إلهي تنبيه إلهي إن رب ينبه روح المصريين إلى الطريق للخلاص والخروج من الدينونة بالإيمان بيسوع المسيح أجي إلى يقول كده في ذلك اليوم يبقى في ذلك اليوم نقرأ إنه هيكون في رعب الرعب الذي يقود إلى التوبة وإلى قبول الرب وإلى إعلان العودة بالقلب لشخص الله في ذلك اليوم أيضا دي النقطة التانية اللي بيكلم عنها في ذلك اليوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود يقال لإحداها مدينة الشمس أوكي بأي حكاية بقى الخمس مدن والتي تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود والكلام ده طبعا هناك تفسيرات كثيرة جدا لهذه التعبيرات أو هذا النص الكتابي لكن السؤال هو هل الرقم خمسة ده لم يقول خمس مدن هل يشير إلى القلة أم يشير إلى الكثرة يعني لو النهاردة قلنا أن مصر فيها تقريبا أنا دورت وبحست شوية والأرقام لقيتها متقربة لكن لو قلنا أنه في مصر فيه ستة لاف ستمية وستين قرية تقريبا يعني مش بال مش بالمسترة زي ما احنا بنقول ففيه نقول ستة لاف ما بين ستة لاف لسبعة تلاف قرية في مصر خمسة ده يعتبر رقم ولل جدا فهل ما يقول هنا تكون في مصر خمس مدن أصدو أنه يكون في مصر أقلية قليلة جدا من المؤمنين أم أن الرقم خمسة ممكن كتابيا يستخدم للإشارة إلى الكثرة سيفرالز يعني كالفين جون كالفين في تفسيره لسفر إشعياء وللجزء دو شاطح شوية قال خمسة من ستة يعني يكون خمس مدن من ست مدن يعني خمس مدن وفي أصحاح عشرة وأنا أعتقد ده يمكن التفسير الأقرب لاستخدام رقم خمسة كويس في سفر إشعياء وفي أصحاح عشرة بعد لما يشعياء استولى على ريحة وعلى عاي وخلاص بقى يريد أن يمتلك أرض كنعان كويس ككل بدأ امتلاكه بخمس مدن فالخمسة تشير إلى امتلاك الكل ده بحسب يعني ما أرى أنه يمكن تفسير أقرب إلى الصح هنا يشير إلى الكثرة يشير إلى امتلاك الكل رقم رقم خمسة يشير إلى الكل امتلاك الكل وزي ما يشوع امتلاك خمس مدن أول ما دخل أرض كنعان كويس وكانت هذه البداية هي امتلاك الأرض كلها كذلك أيضا يقول خمس مدن بمعنى أنه هناك امتلاك للرب لهذه الأرض خمس مدن هذه المدن في أعلمتين أساسيتين للرجوع للرب لرجوعهم للرب خمس مدن تتكلم لغة كنعان أو تتكلم لسان شفوت كنان أو لسان كنعان شفت كنعان كويس لغة كنعان تبني تبني أو لغة كنعان لغة كنعان العبري يمكن الناس من كتر محبتهم للرب يهوى تبدأ تتكلم لغة الرب نفسه تبدأ تتكلم اللغة اللي رب استخدمها في الإعلان عن نفسه كويس ده المقصود إنه إنه في محبتهم للرب يريدوا أن يعرفوا ما أعلنوا الرب باللغة اللي رب استخدمها وأعلن بيها عن نفسه لغة كنعان هل معنى كده إنه العربي يختفي ما عارفش يعني إحنا العربي أساسا ما خدناش منه حاجة يعني ما خدناش كتير العربي إحنا من ساعة لما اللغة بتاعتنا سواء الإبطية أو قبل كده اللغة اليونانية أو الهيريغلوفية وإحنا فيه انحضار عمر العربي ما رفعنا لفوق خالص كويس لكن الحاجة التانية تحلف لرب الجنود تحلف لرب الجنود بمعنى إنها يعني نظام إنها الحلف هنا لرب الجنود هو انتماء هو قسم لرب الجنود هو إعلان انتماء إعلان ولا إعلان طاعة إعلان خدوعة كويس زي ما زي ما انت قبل ما تصير مثلا أسترالي أو تصير إنجليزي أو تصير أمريكي أن انت بتحلف قسم كويس فهذا الإعلان للانتماء وكأن شعب رب شعب مصر هينتمي للرب شعب مصر هيعلن ولاء للرب يعلن خضوع للرب يعلن طاعت للرب يعلن اتضاع أمام الرب دي علامات للرجوع للرب كويس فأما يقول لي خمس مدن بمعنى الكل بمعنى الأغلبية بمعنى امتلاك بداية الامتلاك للكل وهذا الامتلاك للكل يكون علامته إن اللغة تغير وأيضا الولاء يتغير الولاء والانتماء يتغير كويس أجي إلى نقطة مهمة أخرى البعض بيرى كويس وده يعني ردا على ما يدعيه البعض البعض بيرى أن هذه النبوة اللي بتتكلم عن خمس مدن كويس أوريدي تحققت وتحققت في أرمية أصحح 44 وفي عدد واحد لما بيقول أرمية هذه الكلمات الكلمة التي صارت إلى أرمية من جهة كل اليهود الساكنين في أرد مصر كويس يبقى في يهود ساكنين في أرد مصر في ميجدل وفي تحفنيس تحفنحيس وفي نوف وفي أرد في تروس ذكر لنا أربع مدن فقال أنه اليهود كانوا ساكنين في الأربع مدن دول وكانوا هذه النبوة تحققت كويس مع كلام أرمية عن المدن التي سكن فيها اليهود في أرد مصر 144 بيتكلم عن أربع مدن سكن فيها اليهود وبما أنهم سكنوا فيها فأكيد يتكلموا لغة كانعان لهم ما تكلموش العربي يعني تكلموا اللغة بتاعتهم من العبرية فالنبوة فالنبوة تحققت ده اللي بيقول البعض النبوة تحققت في وجود أربع مدن سكن فيها اليهود يتحدثون لغات كانعان لكن الأطراد هو على هذا الإدعاء أحطه في نقطتين أول حاجة الحديث هنا ليس الحديث عن مدن يسكنها شعب إسرائيل في الغربة واضح الفكرة الحديث في أشعياء 19 ليس عن يهود سكنوا في مصر وتكلموا اللغة العبرية في المدن التي سكن فيها إنما الحديث كله عن المصريين جيبشيان مصريين بالدم مصريين بالجنات مصريين بالوراثة وليسوا شعب إسرائيل اللي سكن في مصر فبالتالي ما ينفعش التطبق اللي قاله أرمية على أنه تحقق في نبوة أشعياء الحاجة التانية اللي يقرأ فينا أرمية 44 وفي عدد واحد ويكمل الإراية هذه المدن لم تعبد الرب آه سكنوا فيها اليهود سكنوا فيها اليهود وعاشوا فيها يهود لكن هذه المدن أرمية 44 بيتكلم عن هذه المدن وبيودين اليهود لأنهم عندما سكنوا في مصر كانوا يعبدون ملكة السماوات the queen of heavens كويس وهي تنتمي للكنعنيين آلهة الكنعان فكانوا يعبدون الأوثان في أرض مصر وليس الرب إلههم يهوى اقرأ أرمية 44 وأعرف الحقيقة دي مهمة جدا فبالتالي أرمية 44 44 عدد واحد ليس تحقيقا لنبوة إشعياء بوجود خمس مدن في مصر كويس ما ينفعش الطبق دي على دي نهاء لكن الخمس مدن ده شيء هيتم في المستقبل في ذلك اليوم في ذلك اليوم وهو يشير إلى الكل يشير إلى امتلاك الكل يشير إلى أن أرض مصر ككل كأغلبية هتعرف الرب كويس دي نقطة مهمة جدا طب أجي إلى جزء آخر ماذا عن ويقول ويقال لإحداها مدينة الشمس يعني مدينة الشمس يعني واحدة من المدن دي يقال لإحداها أنها مدينة الشمس أولا أي واحد بيحب يقرأ النقد النص اللي هو المتعلق بالمخطوطات وكذا يعرف أن هناك اختلاف في المخطوطات بالنسبة لإراية هذا التعبير هل هو هل هي عير أو اير عير ها حاريس كويس أم عير ها حاريس هل هي بالح الح يعني لو لو حطيت هنا الحرف التاني أم باله كويس كويس لأنه إذا قريتها على أنها بحرف الح الحرف الح لو قلت بالعربي يبقى راه على أنها مدينة شمس لو هي حرف اله كويس والفرق ما بين الاتنين قريب جدا لو حطيتها لو هي بحرف اله يبقى مدينة الدمار الخراب هل هي the city of sun وبمعناها هليو بوليس ولا هي the city of destruction كويس وده ده خطأ بنعرفه جيدا في الحروف المتشابهة ممكن الشرطة تعلى شوية تبقى بتحول الحرف إلى حرف ده في حروف متشابهة كثيرة كويس لكن أعتقد أنها الأقرب إلى صح يعني البعض قال هي مدينة الخراب ليه مدينة الخراب قال لأنه مدينة الخراب a city of destruction بمعنى أنها كانت مدينة تتجه نحو الدمار إلا أنها عادت إلى الرب ممكن كويس البعض الأخر لا قال دي مدينة معروفة ومدينة كان يعبط فيها إله الشمس فسميت مدينة الشمس كويس يعبط فيها إله الشمس رعا فسميت مدينة الشمس وعشان كده الناس هتترك أوثانها الناس هتترك الأوثان زي ما احنا شفنا في الجزء الأولان يقول ويسألونا الأوثان في الجزء الثاني بقى مش هيسألوا الأوثان في الجزء الثاني الناس هتترك الأوثان تترك الأوسان ومن ضمن هذه الأوسان اللي كانت موجودة واللي كان المصريين عارفينها كويس أوي هو رعا إلى الشمس وكأن المدينة كلها التي كانت تعبد الأوسان تعود إلى رب تعود إلى رب فسواء خدها على أنها مدينة الدمار أو الخراب مدينة الشمس يمكن في العربي مدينة الشمس مكتوبة لكن في بعض الترجمات وبالأخص ترجمات كثيرة مكتوبة على أنها مدينة الدمار طب يبقى شفنا في ذلك اليوم يكون رعب الرعب الذي يقود إلى التوبة في ذلك اليوم يكون خمس مدن إعلان امتلاك إعلان رجوع للرب إعلان إنه إنه لغة الرجوع للرب بان في تبني اللغة بان فيه أيضا القسم وإنه الناس تتعهد أن تعبد الرب وتنتمي إلى رب الجزء الثالث أو الوعد الثالث لمصر بنجده في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها التخم بتاعها أو الحدود بتاعتها هيكون هناك عمود للرب فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر لأنهم يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم جزء ده مهم جدا جدا لأنه بيكلمني عن أن الرجوع ليس رجوع ظاهري ما فيه ناس ممكن تتظاهر أنها بترجع لربنا لكنها هي في حقيقتها ما رجعتش ربنا لكن بيكلمني هنا عن رجوع حقيقي وعن عبادة حقيقية وعن انتماء حقيقي للرب وبيحط لي المظاهر أو العلامات بيقول لي البرهين ما هي البرهين على أنه المصريين هيعرفوا الرب ويعبدوا الرب ويقول لي يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر يكون مسبح للرب في وسط أرض مصر نقرأ عن إبراهيم أنه عمل مسبح نقرأ عن إصحاء نقرأ عن يعقوب أنه بنى مسبح للرب والمسبح هو مصالحة إعلان للمصالحة إعلان لرجوع الإنسان عن الله لله إعلان للمصالحة بين الإنسان وبين الله فيكون هناك رجوع واضح لشعب مصر إذن تقولي الآية للرب فأكمل إرية الآية وبعدين هقول لحضراتكم بعض الملحظات فيعرف فيعرف الرب في مصر الرب يعرف في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيح وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به ويدرب الرب مصر ضاربا فشفيا فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم كويس زي ما قلت في خمس علامات بيحطهم هنا أشعياء للديانة الحقيقية خمس علامات أول علامة مسبح للرب مسبح للرب مسبح يعبر عن التكريس يعبر عن الانتماء يعبر عن الشكر يعبر عن الامتنان للرب يكون هناك مسبح للرب البعض قال مصر كان فيها مسبح للرب عندنا مدينتين سكن فيها اليهود واتبنى فيها مسبح للرب يعني عندنا ليونتو بوليس وعندنا الفنتينو والاثنين الفنتينو وليونتو بوليس يعني خلينا كلم عن الفنتينو الفنتينو كانت أربع أسوان وكان فيه هناك معبد يهودي معبد يهودي اليهود اللي هربوا من سنة ربعمية وكان الهيكل دا والمسبح دا موجود سنة ربعمية وعشر قبل الميلاد وكمان ليونو بوليس برضو لما حصل أن تيوخص أبي فانس في القرن الثاني قبل الميلاد وبعض اليهود تركوا اليهودية وراحوا وعملوا أيضا مسبح للرب في أرض مصر لكن هناك كلام مش على يهود بنو مسبح خلوا بالكم دي نقطة مهمة جدا النص مش بيكلمني عن يهود بنو مسبح النص بيكلمني عن مصريين بنو مسبح للرب النص بيكلمني عن رجوع المصريين للرب النص ما لهوش أي علاقة باليهود ولا يتحدث أبدا عن يهود رجعوا للرب ولا عن يهود عرفوا الرب في النص دا أشعياء تسعتاشر النص دا بيكلم عن مصر والمصريين فيعرف الرب في أرض مصر ويعرف المصريين الرب فبيكلم عن اللي بنو مسبح مش يهود اللي بنو مسبح هم مصريين عش كده يقول مسبح للرب وأيضا الصلاة العلامة التانية للديانة الحقيقية أن الصلاة تكون موجهة إلى الرب عندما كانت مصر مقيدة بالأوثان كانوا يقول الكتاب أنهم يسألون الأوثان يسألون الأوثان لكن لما ترجع مصر يقول ويصرخون إلى الرب فيه هنا نقلة كبيرة يصرخون إلى الرب أن الصلاة تكون موجهة للرب وحده للرب وحده الرب يعلن نفسه لهم الديانة الحقيقية تبدأ من إعلان الله للإنسان واستجابة الله لإعلانه عن نفسه دي الديانة الحقيقية مش اختراع بشر مش اختراع إنسان ويس مش المصريين اخترعوا إله على مزاجهم لا لا ده الله أعلن عن نفسه والمصريين تجاوبوا مع إعلان الله عن نفسه تجاوبوا عن إعلان الله عن نفسه دي نقطة مهمة جدا على فكرة في كل الكتاب المؤدس هنجد إنه الإيمان هو نتيجة نتيجة للإعلان الرجوع للرب هو نتيجة إعلان الله عن نفسه نهاردة في كثيرين جدا من مسلمين بيرجعوا للرب عن طريقة إن الله بيعلن نفسه لهم بطرق وبأنواع كثيرة بطرق وبأنواع كثيرة يكفي إنك تتفرج على الفيلم أو إنك تقرأ كتاب أيقزني حلم أيقزني حلم ربنا بيزهر نفسه لناس كثيرة بطرق مختلفة هذه الأيام ولأن الله بيزهر نفسه هم بيتجاوب مع الله الذي أعلن نفسه لهم وبيأتل المسيح لا أتحدث عن مئات أنا أتحدث عن ألاف وعشرات ومئات الألاف من الناس اللي الرب أعلن لهم ذاته أعلن لهم ذاته ونتيجة أعلان الله لنفسه عشو كده يقول الكتاب إنه ويعرف الرب في أرض مصر ويعرف المصريين رب رب يعلن عن نفسه يعلن عن اسمه يعلن عن مجده يعلن عن شخصه يعلن عن محبته ونتيجة ونتيجة كده الإنسان يتجاوب مع إعلان الله يتجاوب مع إعلان الله ودي قصة توبة كل إنسان أنه رب لما يعلن عن نفسه لي في اجتماع أو يعلن عن نفسه لي في إيرايت للكتاب أو يعلن عن نفسه لي في موقف من المواقف الإنسان هذا الإعلان يكون الإنسان إلى التوبة والرجوع للرب التوبة وارجع لرب لكن كمان الاعلام دو زي ما قلت انه دي علامات الديانة الحقيقية ليست من اختراع انسان ليست من اختراع انسان لكنها نتيجة اعلان الله عن نفسه لكن هذه الديانة الحقيقية ايضا تقود للخدمة ان المصريين يعبدون الرب زي ما هو بيقول لي في الاية دي يقول لي انه فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيح وتقدم وينزرون للرب نزرا ويفون به الحاجة الاخيرة انه الانسان المؤمن اللي بيعرف الرب يقبل ايضا تأديب الله له حتى لم يقول يسرخون الرب كنعمل التأديب هناك تأديب الهي فيسرخون الرب فيرسل له لهم مخلصا ومنقزا شوفوا هنا جون اوسوالد في تفسيره لصفر اشعياء قال عبارة جميلة جدا عجبتني في المجلد في المجلد الاول وهو طبعا السفر اشعياء هو عامله في مجلدين كبار الجزء الاولاني بيغطي من اصحاح واحد لتسعة وتلاتين والجزء التاني بيغطي من اصحاح اربعين الى ستة وستين والجزئين دول تبع سلسلة كبيرة اللي هي نيو انترنشنل كومنتري في في صفحة تلتمية وتمانين من المجلد الاول قال ايه قال العلاقة بين مصر والرب ستكون مثل علاقة الوالدين بطفلهم عبارة جميلة جدا الرب هيتعامل مع مصر كأب يتعامل مع ابنائه فضرابات الرب ستكون للشفاء يعني الاب او الام لما بيقدبوا اولادهم كويس الهدف من التأديب هو ان يكونوا في احسن حال وليس للهلاك انا مش بقدب ابني عشان اهلكه انا بقدب ابني علشان يكون افضل حال في افضل حال في احسن وضع فعلاقة الرب مع مصر ستكون مثل علاقة الوالدين بتفلهم ضربات الرب ستكون للشفاء وليس للهلاك وقد تعرف مصر الشفاء في اي لحظة تماما كما يعرف ذلك اسرائيل زي ما اسرائيل اختبرت شفاء الله كذلك ايضا المصريين سيختبروا شفاء الله وعلاقة ربنا مع شعبه لن تكون علاقة السيد بالعبد بل ستكون علاقة الاب بابنه او الوالدين بتفلهم يؤدبونه لكن الى الهلاك لا يسلمونه وده اللي قال الكتاب انه من يحب الرب يؤدبه الرب بيؤدب اولاده وفي مرات مصر هتقع تحت التأديم ليس للهلاك ولكن للشفاء ولل للخلاص وللنجاة يقول انه في ذلك اليوم انه المصريين يقول كده ويدرب الرب مصري ضاربا فشافيا فيرجعون الرب فيستجيب لهم فيسرخون الرب فيرجعون الرب فيستجيب لهم ويشفيهم الوعد الالهي هو بشفاء الله يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون شيء مصر حط اسمك او اسمك وستجد ان الله في كل معاملاته انما يقتادك الى التوبة هو يريد لك الافضل لكن هذا الافضل يأتي عندما يترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الرب فيرحمه وإلى الهنا لانه يكثر الغفران شوفوا هنا كمان حاجة جميلة جدا في ذلك اليوم تكون سكة ده البركة الرابعة البركة الرابعة في ذلك اليوم تكون سكة من مصر الى اشور فيجيء الاشوريون الى مصر والمصريون الى اشور ويعبد المصريون مع الاشوريين يعني ايه كلام ده يعني ايه سكة it's a highway هيوجد سكة ما بين مصر واشور مصر واشور من الاد الاعداء في التاريخ وبيمثل ايضا الاد الاعداء لشعب اسرائيل فمصر تشير الى البلد التي استعبدت بني اسرائيل واشور تشير الى البلد التي هاجمت بني اسرائيل والاتنين ايضا هناك عداء بينهم يعني العداء مشترك مصر ما بتحبش اشور واشور ما بتحبش مصر ومصر واشور ما بيحبوش اسرائيل ومصر واشور بيكرهوا اسرائيل الى اخر هذا الكلام لما يقول انه هناك highway سكة بمعنى انه هناك اتحاد الانفصال والغربة اختفت هناك تواصل تواصل الامم مع بعض وتواصل الامم مع الرب نفسه ويس ان الامم اللي كان بيفصلها حواجز صارت هذه الامم متواصلة بعضها مع بعضا وفي المسيحية لا يوجد عبد ولا حر ولا يوجد يهودي او اممي ولا يوجد امرأة او ذكر لكن الكل في المسيح العبادة كمان الحقيقية بينتج عنها شفاء يعني احنا دايما بنتكلم على الكراهية والبغضة الموجودة ما بين اسرائيل والفلسطينيين او موجودة ما بين الاسرائيليين والعالم العربي في مجماله او موجودة ما بين اليهودية والاسلام في مجماله العبادة الحقيقية تشفي الجروح بين الامم وعش كده اذا سألتني هل الاسلام عبادة حقيقية او دين حقيقية قولك لأ واحدة من الادلة على كده ان الاسلام بيشجع ويحرد على العنصرية بين الامم والكراهية والبغضة بين الامم الاسلام ما بيقولكش تحب اليهودي الاسلام بيقولك تكرهه وتبغده وتحاول ان تقتله مهما وجدته ده الاسلام احنا هنجزب على بعض يعني انت لو مش مسلم ممكن يبغى عندك دوافع كويسة انك تتعامل مع اليهود لكن لو انت مسلم وعندك دوافع انسانية تتعامل مع اليهود الاسلام نفسه يمنعك انك تتعامل مع اليهود العقيدة نفسها تمنعك انك تتعامل مع اليهود زي ما كنت بسمع فيديو لنفس الشخصية اللي هحط لكم الفيديو بتاع بسي ممكن المرة الجاية انه بيقول انه هناك في بني اسرائيل الزنا والصرقة والفحشاء وعبادة المشعارف والشرك وكأنه مثلا اعمى ما بيشوفش انه كل ده موجود في العالم العربي وبكثرة كل ده موجود في عالمنا وبكثرة هتقول لي على السرقة هتقول لي على الفساد هتقول لي على الرشوة هتقول لي على استغلال السلطة هتقول لي على الزنا بانواعه والزيجاد والزواج بانواعه اللي تمثل الزنا بكل اشكاله تكلمني عن الغلمان تكلمني عن ايه ده العالم العربي فيه من شرور اللي الواحد يعني يقشعر الله البدا يقشعر الله البدا لكن لإنه الإسلام يحرد على العنف والكراهية فهذا الشخص لا يرى فيه اليهود إلا الكراهية وكل ما هو عنده بيكبه على اليهود هيجيب منين ما هو إذا كان ربه البيت بالدف ضاربه إذا كان دبح وقتل تمنمائة رجل في يوم واحد من اليهود هيجيبه منين هو هيجيبه منين مسكين لكن الإيمان الحقيقي بيشفي الجروح بين الشعوب الوحدة بين الشعوب الحقيقية بتيجي نتيجة معرفتها للرب الحقيقي أن يعرفوا الرب الحقيقي هذه المعرفة لله الحقيقي بتشفي القلب يقول كده أن المصريين يعبدون مع الأشوريين في ذلك اليوم في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا يعني مصر تلت وأشور تلت وأسرائيل تلت بركة في الأرض يكون إسرائيل بركة في الأرض وهنا تتحقق الوعد القديم أنه فيك تتبارك جميع قبائل الأرض في إبراهيم ونسلو تتبارك جميع قبائل الأرض بركة في الأرض بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل خلوا بالكوا نقطة مهمة جدا هنا بنجد اختفاء العداء ما بين أشور وما بين مصر وما بين إسرائيل هنا بنجد أن الألقاب شعبي ميراثي عمل يديا دي ألقاب في العهد الأديم خاصة بإسرائيل لكن الرب خد هذه الألقاب وأعطاها للأمم جعل مصر شعبي وقال لأشور عمل يديا وقال أيضا عن إسرائيل ميراثي وهكذا يرى الله الأمم وإسرائيل واحد في عبدتهم للرب الواحد مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل هذه الألقاب الثلاثة اللي كانت تخص إسرائيل صارت تخص أيضا مصر وأنهي هذا الأصحاح الجميل بالعبارة الجميلة مبارك شعبي مصر وزي ما المصريين هيعرفوا الرب أيضا الأشوريين هيعرفوا الرب إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم